حرق 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 قبل ما تخش المقطع إذا ما ختمت لعبة Red Dead Redemption 2 وقف المقطع الحين وهجي من المقطع وقفل اليوتيوب ولا تقرأ التعليقات لأنه في حرق لتختيم لعبة Red Dead Redemption 2 فيلا نخش في المقطع إذا ما ختمتها هجي ها روح روح تخارج بعدين تقول لي حركتها وما حركتها عطيت اكس بويلر من البداية هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع Red Dead Redemption 2 زي اللهب اليوم مو لهب واحد لهبين اليوم معنا مقطع اليوم جدا جدا رهيب طبعا في هذا المقطع ما رح تطلع منه إلا رح يكون معاك واحد من أندر الأسلحة في لعبة Red Dead Redemption 2 وواحد أقوى الأسلحة اللي ممكن تأخذها في لعبة RDR 2 صراحة السلاح جدا قوي وجدا فخم يعني لو قعد أوصف من هنا إلى أن بكرة ما أوقف في حقه لأنه صراحة جدا فخم وأحلم فيه هنا أن رح نأخذ بلاش خلونا نتكلم عن السلاحة شوية السلاح مطل بالذهب بشكل كامل وأيضا فيه مجموعة من النقشات الدقيقة جدا والنادرة والاسطورية صراحة فينتج عندنا تحفة فنية رهيبة جدا أيضا هذا السلاح من ناحية طاقاته فدقة السلاح ودامج السلاح والرينج حق السلاح جدا كاملة وتقريبا فل إذا نقدر نقول فالسلاح جدا جدا رهيب ومن هذا المقطع رح تأخذه بلاش فاستمتع بهذا السلاح قدرا لإمكان لأنه أسطورة فيلا نخش في المقطع طول في مقدم وسلا نخش في المقطع بالنسبة لمكان السلاح رح يكون في المناطق اللي بعد بلاك ووتر فلازم تكون فاك منطقة البلاك ووتر ومناطقها عشان تقدر تأخذ هذا السلاح ورح يكون هنا زي ما تشوفون في القيم بلاي عند هذه المدينة أه أرم ديليو مدريش المهم عند هذه المدينة ومكان السلاح رح يكون هنا موسيقى طبعا زي ما شفته في القيم بلاي خشينا الكهف هذا وجوة هذا الكهف راح يكون سلاح الأوتس ميلر أحد أفضل الأسلحة في اللعبة شوفوا قديش الفخام يا جماعة والله فخامة جدا جدا فخم شوف طاقاته كيف دائم يا شيخ طيب ننهي المقطع يلا ننهي المقطع بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة وحطوا لايك لأيجيكم هد الآن يلا سلام عليكم